أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز الخبر من قلب الحدث أولا اليوم نقف على مهزلة من مهازي المجلس البلدي اليوم نرى استهتار بمرفق عمومي أو مرفق بلدي وهو مصرح عفيفي والكل يعلم مدى دلالة هذا الاسم أولا المرحوم محمد عفيفي مدى دلالته على المستوى التقافي دوليا ووطنيا ومحليا تاني شيء اليوم نفاجأ جديدين أنه المصرح عفيفي تم تسميته برعاية سامية لجلالة الملك محمد السديس نصر الله شاهدوا عندنا هو هذه اللوحلة نتواجد على مقربة منها تاني شيء اليوم نرى استهتار أغلبية المجلس بمصالح الجديدين والدليل هو ما قاموا به أثناء الترخيص للمسمات شيخات سنامي في الوقت الذي كان المصرح عفيفي خاص بالعروض المصرحية اليوم نرى المهزلة تاريخية التي يعيشها الجديدين من خلال مصرح عفيفي من خلال ترخيص مصرح عفيفي لشيخات سنامي اليوم نرى أغلبية تسير المجلس بعدد 14 عضو منتمون للعدالة والتنمية منتمون إلى حزب إسلامي محافظ يرخصون إلى تسنامي وعنتم ترون الواقع الذي يعيشه مصرح عفيفي اليوم المرحوم محمد عفيفي يتخبط في قبره ويتبرأ من أغلبية هذا المجلس اليوم هذا مرة أخرى جانب من جوانب استهتار هذه مرة أخرى أخطاء فادحة لهذا المجلس وهذا دليل على فشل هذا المجلس كما ترون اليوم ندين هذا السلوك بشدة وندين ترخيص الذي سلم إلى هذا النشاط ونطلب من عام الإقليم أن يتحمل مسؤوليته بحكم أنه هو من سهر على اتفاقية شراكة التي عقدت بين مدينة الجديدة الجماعة الحضرية الجديدة والجماعة القروية لمولي عبد الله والمجلس الإقليمي حيث تم إصلاح المصرح بمبلغ 800 مليون وما يزيد عليها اليوم أنتم سترون بعد هذا النشاط بين قوسين استسمع على هذه العبارة بعد هذه القسرة سترون ما ستأول بالأوضاع إلى مصرح يعد أول المسارح على مستوى شمال إفريقيا من بعد مصرح ديالتونس اليوم نرى الاستهتار بالطبق المتقفى لمدينة الجديدة اليوم نرى تماجي الأغلبية في استمرارها في أخطائها الفادحة واليوم تأكد لي بأن هذا المكتب المصير الذي يرخص هذا المصرح مكتب الشيخ والاستسمع على هذه الكلمة وشكرا قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في الاشياء يوتيوب وتتبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا ديرو الجام